اهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنعمل تحليل شخصية للفنانة رغضة والفنانة مرفت امين. طيب ايه لزوم تحليل شخصية لمرفت امين او لرغضة هقول لكم دلوقتي. وليه بنعمل التحليل ده دلوقتي وهنعمله ازاي? احنا بنعمله من علم الفراسة اللي هو مدلول الباطن من الظاهر. يعني ايه? يعني احنا بنعرف الشخص اللي قدامنا ده من ملامح وشه بفكر ازاي? اللي ما يعرفش يعني ايه علم الفراسة ده علم قديم عمره اربعة تلاف سنة تقريبا. واللي ما يعرفش يعني علم الفراسة او تاريخ علم الفراسة وهل هو حلال او حرام او الكلام ده كله بيعمل سرش على الجوة اللي هيعرف كل حاجة عن علم الفراسة ومن ادك العلوم في تحليل الشخصيات. طيب احنا بنعمل تحليل الشخصيات ده ليه? احنا بنعمله علشان نعمل قاعدة جمهورية كبيرة نزود جمهورنا ناخد مشاهدات كتير حاجة زي كده. طيب احنا هنعمل بقى النهاردة تحليل شخصية الفنانة رغضة. الناس اللي كانت بتسأل على الوجه الشجري. هنتكلم النهاردة يعني احبيت ان انا ابدأ بالفنانة رغضة علشان في ناس كتير كانت بتسأل على الوجه الشجري. واحنا النهاردة بنتكلم على الوجه الشجري تقريبا. اللي هو في وجه الفنانة رغضة. طيب احنا هنعمل تحليل على صورة جديدة وصورة قديمة. اده كده اده الصورتين جب ببعض دي القديمة ودي جديدة. طيب فرقة كتير في الوش تغير او ما تغيرش ده كله احنا هنوضحه دلوقتي وتقريبا هي الملامح زي بعضيها تقريبا. طيب. الجراءة بقى اللي بتيجي في رغضة وان هي شخصية قوية شخصية مش سهل حد يكسرها او حد يضايقها وبتطلع بكل جراءة ترد. وصوتها عالي وكلام ده كله ده بنعرفه منين? ده بنعرفه بقى من اطار الوجه. ده بقى اطار الوجه الشجري. احنا قلنا الوجه الشجري من فوق بيبقى مستطيل ومن تحت مستطيل. ليه فك من تحت? والجابة من فوق بتبقى واسعة. وبيبقى فيه بروز في الوجنات. هو ده بقى شكل الوجه الشجري. اللي هو اللي هو بيتصدى للاعداء. يعني ده ده بيبقى شخصية في علم الفراسة الصيني قالك ان الشخص اللي وجهه مستطيل مربع. ده برضو اسمه الوجه ايه? الوجه المستطيل مربع. او الوجه الشجري. يعني ايه? يعني بينطبق عليه الاسمين. سواء شجري او سواء مستطيل مربع. تمام? طيب. اه الشخص المستطيل مربع ده طبيعته شخصية جريئة. ما تخافش من حد بتدور على حقها. مهما كان هيخسر ايه? لازم ان هو ياخد حقه. هو طبيعتهم كده. طبيعة الوجه دي كده. طيب. هنا برضو الوجه ده وهي كبيرة في السن. برضو برضو الوجه هنا مستطيل مربع او واجه شجري. طبعا احنا اتكلمنا على الوجه ده من فترة على تحليل شخصية نائبة تقريبا مش فاكر اسمها ايه? بس ايه موجودة في القناة يعني لحاول ان انا احطها لكم في الدارية البيضة اللي هنا. لو لو افتكرت اسم الحلقة. طيب تعالي انحللها كده سبب الجراءة. الانف هنا مستقيم واعتبر. يعني يعني مش جاي من هنا كده ومنخفض. مش منخفض من بين العيون. مش منخفض. فجاي من هنا باستقامة بعض الشيء. بعض الشيء تمام? مش استقامة كاملة. لان الاستقامة كاملة لها تحليل الاستقامة بعض الشيء لها تحليل. طيب يعني ايه? يعني شخصية جريئة ما بتخافش. طيب كمان هنا من محبين السيطرة. طيب محبين السيطرة احنا نجيبها من هنا من ايه? من اكتر من مكان. الوجه المستطيل مربع. وجه جريء جدا. الخدود الباردة دي بيتدل على حب المغامرة حب المخاطرة. حاجات كتير كده اللي هي ايه ما بتخافش. تمام? فهنا مفيش خوف من هنا. ومفيش خوف من المكان ده. وكمان الحاجب مرفوع وهنا كده في انتفاخ تحت الحاجب. طيب حاجب منكسر شخصية ما بتحبش حد يديها امر ما بتحبش حد يبقى اه متعالي عليها. سبب سبب ان هي اطلعت وتكلمت اول واحدة على الناس المتنمرين على مرفة امين. سببها اللي هي اساسا شكل اطار الوجه اللي هو المستطيل مربع او الوجه الشجري. فالوجه الشجري ده ده اول من يتصدى الهجوم. لذلك هنا الصين كانوا بيختاروا الاشخاص اللي عند الخد بيبقى بارز مش الوجنات الوجنات اللي بتبقى هنا. لان الوجه هنا مسطحة. لان الوجه المستطيل بطبيعته بيبقى ليه وجنة مسطحة. طيب البروز اللي في الجناب ده بقى? ده بقى هو سبب القحرات اللي هي عملتها ده كلها. الجراءة اللي فيها كل الحاجة اللي فيها. هنا الفك عريض مسيطرة ما بتخافش. برضو هنا في الصورة الجديدة. برضو هنا كده ايه? برضو مسيطرة وما بتخافش. هنا برضو حاجة تدعم معانا الجراءة وانها ما بتعرفش تزكت وممكن اي واحد يتكلم معها. حرفيا ممكن ان هي تخليه يحط لسان في بقى ويزكت. ليه بقى? لانها هنا من الاشخاص اللي يقدروا يسخروا من الاخرين بسرعة. ودي بنعرفها من منطقة الشرب مع اطار الوجه المستطيل المربع او الوجه الشجري. برضو اصحاب الوجه دولت بيعرفوا يسخروا كويس جدا من اي حد. عندهم الانا مرتفعة اوي. يعني ايه? يعني ما بحطش تحت خالص. يعني حتى لو هيخسر كل حياته مقابل ان هو ان هو يطلب حقه او ياخد حقه فهو مش ندمان على كل حاجة. لانه هنا شخصية مش بقى على اي حاجة في الدنيا. مش بقى على عمرها. مش بقى على حاجة المهم من قرامتها قبل اي حاجة. فالاشخاص دولت لو لهم حق ما بيعرفوش يسقطوا نهائي. هل ان هي مسلا جري او بتتكلم كده مع اي حد واوة ولا لا هي مش بتتكلم كده مع اي حد وخلاص نشوفها في الاستضافات اللي هي على القنوات. هنلاقيها ان هي شخصة هادي جدا اصلا طبيعتها هي شخصة هادي جدا. لكن هنا وقت الانفعال فهي بتبقى شخص نقول عدواني نقول ان هو يصحق اعداء صحق. دي برضو من اطباع الوجه اللي هو مستطيل مربع. فشخصية المستطيل مربع بتعتبر ان هي شخصية نقول ان هي شخصية حربية. مجهزة. وتخلقت علشان تحارب. طيب عشان ما نطولش عليكم احنا هنقف هنا ونكمل تحليل شخصية مرفت امين في الجزء التاني هينزل بعد ساعتين. واللي وصل معنا للنهاية ما ينساش يعمل لنا لايك واشتراك في القناة هيعرف معلومة اكثر. سلام.